هي حكاية البيت والمسمار الذي تركه فيه هكذا تقمص جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي أثناء زيارته لتل أبيب شخصية جوحة الأسطورية حين رهن سحب القوات الأمريكية من سوريا بتدمير تنظيم الدولة وحماية حلفائهم الأكراد مشددا على أن أي عملية عسكرية تركية يجب أن تتم بالتنسيق مع واشنطن بهذه الشروط الثلاث طار بولتون للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردغان الذي اعتبر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي ارتكب خطأا جسيما في تصريحاته بشأن سوريا هذه الأصوات المختلفة عما أعلن عنه ترامب أكد أردغان أنه لن يأباه لها وسيبدأ عما قريب تنفيذ عملياته العسكرية شرق الفرات وفي ظل هذا الغموض الذي يلف الانسحاب الأمريكي بدأت ميليشيا سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري بدأت سعيها للتقرب من نظام الأسد وعقد اتفاق سياسي معه بوساطة الروسية بغض النظر عن خطط الولايات المتحدة للانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها وهي نقطة ليست في صالح أنقرة التي لا تريد أن يبقى ما تصفه بالممر الإرهابي لتستخدمه ميليشيا سوريا الديمقراطية لتهديد حدودها مع سوريا ويفتح باب الخصومة مجددا مع كل من واشنطن وموسكو التي سعد تركيا كثيرا للتقارب معها لإنقاذ إدلب من الإنشيرار لمصير الغوطة ودرعة وبالتوازي مع ذلك لا تريد تركيا أن تفتح باب العداوة مجددا مع البيت الأبيض وتصر أن تبقي عليه حليفا ليسهل عليها ترتيب الأوراق التي يبعثرها ترامب عامدا ليبقي المنطقة على صفيح ساخن وقوده دماء الأبرياء ومعاناتهم ترجمة نانسي قنقر